نقرأ للبرج صاحب الصفات المميزة هو شخص مزيج من جميع الأبراج كوان شخصيته الرائعة جداً والمميزة هو شخص قادر على السيطرة على الأشخاص اللي منحاوله فهو شخص قيادي بالفطرة أكيد أنا بحكي عن البرج المائي برج الحوت سنقرأ يا أصدقائي للـ 48 ساعة القادمات بتمنى لك الحظ السعيد من كل قلبي الرجاء من الجميع اللايك التجيعي والأشخاص الجد على القناة ما ينسون بالاشتراك ومهم جداً يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى طبعاً للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسم الفيديو بزندوق الوصف مراتاً بكتبه في التعليقات تتجاوزون فترة غير سهلة عليكم وخصوصاً انك تعرضت يا صديقي لخيبة أمال من أشخاص كانوا عزيزين جداً على قلبك هذول الأشخاص كنت دائماً تعول عليهم اللي رح يفيدوك بالفترات القادمة بس دائماً ما بتعرف الشخص غير لما تجربوا هذول الأشخاص رح تجربهم ورح تطلب منهم يد العون والمساعدة ورح يخيبوا آمالك ورح يقدبوا لك الحجج اللي باقي الهداعي من الأساس بهدف ما يمدوك بأي مساعدة أو بأي موضوع يدفع بمصلحتك إلى الأمام سعيدها رح تعرف صاحبك وهو ذراعك ستنجح بإنهاء الأعمال المتراكمة عليك والانطلاقة السريعة والقوية لإثبات جدارتك أمام الأشخاص اللي من حولك وستنجح بقيام بإنجاز رائع جداً تفتخر به وتطلقى اتصالات من أفراد العائلة الرائعين جداً اللي بيحبوك بمعنى الكلمة اللي بمدوك بالطاقة الإيجابية ستمتع بشخصية رائعة جداً وخصوصاً أنك ستمارس سحراً كبيراً وتتمتع بجاذبية رائعة جداً تجدب الأشخاص إلي وخصوصاً أنك ستلاحظ وإنت تمشي بالطرقات العامة إنه في أشخاص كثير يحدقوا النظر إلي بس تطلع عليهم بتحكي دول الأشخاص أنا ما بعرفهم أو أول مرة بشوفهم بحياتي هذه الطاقة الإيجابية اللي بتجدب الأشخاص إليك وينظروا إليك نظرة الإعجاب وهناك الأشخاص الكثيرين جداً سيحاولوا التقرب منك بهدف التكوين معك صداقات أو علاقات عاطفية وخصوصاً الأبراج النارية وأيضاً الأبراج الهوائية بلا تغلق الباب أمام الفرص الجديدة هناك بعض الأمور المعلقة اللي مش عارف تأخذ فيها قرارات نهائية كيف عن قرارات نهائية أصدقائي؟ يعني مش عارف أنك تكمل بهذا الموضوع أو أنك تنهي وتبدأ بشغلة جديدة اعلم يا مولود برج الحوت إذا ما بتنهي الأمور القديمة ما رح تقدر تعمل إنجازات جديدة استستعين بأحد أفراد العائلة وتطلب منه الاستشارة وإنه يمدك بالنصيحة اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام وما رح يبخل عليك بالنصيحة الصحيحة ولما تأخذ القرار اللي بيصب بمصلحتك لا تتردد أنك تأخذه بشكل سريع فالتردد رح يرجع أمورك إلى الوراء وخصوصاً الأمور اللي كنت دارسها مسبقاً قبل هيك هناك أمور كثيرة لدارسها وعارف طرق النجاح فأعتمد على عقلك الراجح لأنه رح يدلك على الطريق الصحيح وخصوصاً لك من أذكى الأبراج هناك بعض الزملاء في العمل لينظروا إليك نظرة الغيرة والحسد وسيحاولوا إعاقة تقدمك وللأسف الشديد يا مولود برج الحوت هذولا الزملاء أنت يعني من أصدقائك المقربين من حولك فإتقي شر من أحسنت إليه فإعلم يا مولود برج الحوت أن الفترة القادمة يستكون قريب جداً من رؤسائك في العمل فالفترة مناسبة لترقية أو منصب جديد وألف ألف مبروك للي بيحالفهم الحظ من موليد برج الحوت تتاح أمامك بعض الفرص الرائعة جداً العائلة كأعمال مشتركة وأعمال أيضاً تجارية أما الأشخاص اللي بتعاملوا بالأساس في الأمور التجارية رح يحققوا صفقات رائعة جداً تعود لهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد والفرصة أيضاً متاحة أمامك إذا كان عندك أي موضوع حاب تبيعه غالي الثمن فالحظ يدعمك بهذا المجال أو إذا كنتك تشتري كمركب جديد أو مسكن أو أي شيء غالي الثمن الحظ يدعمك باليومين القادمات فحاول استغلهم ويدفع بمصالحك إلى الأمام أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة فالفرص متاحة أمامك وستكون كثيري جداً ولكن زي ما حكيت لك لا تتردد في القرارات الحاسمة اعلم يا مولود برج الحوت إنه فرصة عبارة عن وقت قصير ريابة لحقها يا راحة عليك بس لا تقعب فخ التسرع يعني ادرسها مالية واخذ القرار الصحيح اللي يدفع بمصلحتك إلى الأمام أما في الأمور الصحية قد تشعر في بعض الآلام في المعدة وأيضاً آلام في الرأس بعض الآلام في القدم اليمنى وباليد اليسرى حاول قدر المستطاع أنك تخلي أمورك الصحية هي أهم أولوياتك لأنه اعلم يا مولود برج الحوت إذا راحت الصحة راح كل شيء وخصوصاً أنك يجب أن تعمل الفحوصات اللازمة والأشخاص اللي بتعرضوا لغير أعراض غير اعتيادية ما يتردد أن يذهب للطبيب يتطمن على نفسه لأنه كل شيء بتعالج بخلصه بروحه والما بتعالج بتتاقم وبزيد ستنجحون بالقيام ببعض الأعمال الإضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه وتكثرون من السفرات القصيرة والتناقلات بين المدن وستعرف على أشخاص رائعين جداً ترتاح لصحبتهم وهذول الأشخاص راح يكونوا دون نفع لك بالفترات القادمة وسيكونوا من الأشخاص المقربين لديك فحاول القدر المستطاع أنك تستغل الفرص القادمة وخصوصاً للأشخاص الجلد اللي تعرفت عليهم بالآونة الأخيرة أما المتزوجون قد ينشئ ببداية هذا اليومين خلاف بينك وبين الشريك يكون أغلب هذا الخلاف على أمر ما قديم صار في الماضي بينك وبينه زي ما حكينا بأول الحلقة يا صديقي مولود برج الحوت حاول أنك تتخلص من كل الأمور القديمة عشان تقدر تدفع بمصالحك إلى الأمام وتتطلع على مستقبلك ومستقبل أفراد عائلتك فاعلم أنهم بحاجتك دائماً نتمدهم بالنصيحة الصحيحة وتمدهم بيد العون والمساعدة فأنت من الأشخاص الرائعين جداً اتجاه أفراد العائلة فظلك بجنبهم ومدهم بالطاقة الإيجابية ولا تتخلى عنهم لأنه في أشخاص رح يحاولوا زرع الفتلة بينك وبين الحبيب ويحاولوا أنهم يشووا سمعتك أمامه ويفهموا أنه في بعض ممكن أنه يكون في عندك علاقة ثلاثية أو يفهموك أنه في عند الشريك علاقة ثلاثية بهدف أنه يصير تفرقة وانفصال بينك وبينه فحاول أنك تزيح الغباش على عيونك وتعرف صديقك من عدوك نكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات التي تحت أسبل الفيديو كل آخر الشهر اللي ما بحال في الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون أحد الرابحين معي في هذه القراءة أما للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو في صندوق الوصف ومرة تنبكتبه في التعليقات أما الأشخاص ستربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية تريد تناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل دائما يا أصدقائي لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل